برضو رؤيتك سريعا الصفقة الجديدة اللي جاية من الجونة بواليا واداءه في المباراة شفتوا ازاي متوتر لسه متسرع يعني شفتوا اداءه ازاي من خلال تقريبا ال65 ديئة وال70 ديئة للعب بص هاني احنا شفناه طبعا في الجونة لعب كوسقوي هدف بالفترة عنده امكانات كبيرة اوي بس دايما اللعيب يعني اللي بلعب تحت الضغط حاجة تانية هو ما كانش بلعب تحت الضغط هناك واحدة بالك ازاي ما كانش بلعب تحت ضغط بلعب برحته مش هقولك النتيجة مش فرقة بس هو بيقدل عليه ما فيش جمهور في ظهره ما فيش سوشال ميديا ما بيبصش البطولة يعني مع ترامل كامل طبعا فيرة الجونة بتبقى عايزة يعني الطموح النهاية تبقى مربعة زهبي او كي عشان نبقى واقعين يعني غير ما بتيجي لنادي الاهلي نادي القرن وبطل الافريقية وجمهور ما بيتهونش في مطش يعني لو مطش التعادل ده بيبقى يعني يوم صعب جدا على الجمهور واللعيبة والإدارة والدنيا كلها بيلعب وسط نجوم كبار يعني يمكن هو هناك كنسر الأضواء لأنه هو كمستوى عالي شوية عن المجموعة لا انت بتلعب وسط النجوم لها تقلها ولها أسعارها التسويقية فهنشوفه بقى يعني مش عايز أحكم عليه قوي المطش اللي فات طبعا لازم يبقى متوتر حتى وإن كان لعيب محترف ده العادي جدا جدا بس ليك تحكم على شخصيته في الملعب حكمت على شخصيته في الملعب بصي هو هو يمكن برضو حظه إن لعيب في مطش متأفل محفول قوي يعني فرقة رزلة عارفة مساحات دياء قوي مع واحد لازق فيه مساك لازق فيه لأنه عارف خطورته هو كمان خلي بالك حتة أنه عايز يبقى كويس واخدى من تفكيره يعني هو نازل أي واحد كده يعني أنا أول هاني ما لعبت مثلا يعني له أفروج عن مضوع أسانا كده لعبت في تونس أول مباراة ليه يعني في نادي ولوه جمهوره وكده وأنا جاي من مصر وأول محترف مصري في تونس كلها وعليا بقى عزق وبعدين الناس طبعا مش هض موجودي أساسا هناك وبلعب مكان كابتن الفرقة فنازل علي دغوط فظيعة وأول مطش ليه كان هناك النجم الساحلي في سوسا عايز تزغط فرقة يعني جابدة جدا فأنا يعني الضغط اللي علي أن أنا عايزة بقى كويس محدش هيصبر علي أنت عارفة النظرة الأولى بتفرق في الأداء فكل التفكيري أن أنا مش عايزة أغلط عايزة بقى كويس عايزة تزود حتة عايزة أعمل بتدي علي أعباء ما حستهاش في المطشاط اللي بعد كده كذلك هو بولية نفس القصة عليه ضغط جامد وبعدين دراجة الهداف أنت مش في نص الملعب بتبتدي تقفلي بعد باصي صحة مش عايزة تغلطي هداف يعني أول حاجة قالب به كده أول حاجة هدف عايزة أجيب تجون شغلتك شغلتك اللي هيفرم معي مع الناس كابتن عدا موجود أفشا في أول مباراة ممكن يكون أفكي لأن كانوا تقريبا شباه بعض يعني بتكلم على طاهر وهو وبتكلم على أحسين الشاحات تحس أن هم شباه بعض مفيش حد يوصله وكور القليلة اللي راحت له حطها فوق الممتاز طلع ركب وسط وحطها طلقة يعني فوق العرضة الوحيدة اللي جات صح لأنه ما كانش فيه فرصة أنك تعملي كروسات في الشوت الأولاني يمكن هو الراجل حبي برضو يريحه شوية برضو عشان الضغوط ويدي فرصة لمحمد شريف إن هو ينزل يعني محتاج سرعات وحاجات كده وحس إن البدني بتاع الفرقة التانية نزل فعملية الضغط وعملية التكتل فكت شوية بدلل أنت محمد شريف راح بكذا كورة كذا كورة أفراد لوحده أنت فهمت إزاي؟ فيمكن ده سبب تغييره إنما أعتقد أنه طبعا هيتديله هتلاقي الماتش اللي جاي إن شاء الله بإذن الله إذن توجوده يبقى أحسن وهو وضيتها زي بقولك من الفرود انت فلافيو قاعدة دي قاعد موسم كامل يعني مفيش حاجة وكان متعصب وعايز يجيب لأنه زي بقولك الفرود أو المهاجم ألف به لازم يهدف أهداف ربنا كرم فلافيو إنه هو سخر له واحد يظهر عليه لأنه عارف إمكانياته وعارف وضعه إن شاء الله مسلماني حدي فرصة لبواليا إنه هو يثبت برضو حقيقته بالنادي الأهلي وإنت محتاج برضو لازم ترسانة لعيبه طبعا